السلام عليكم في فيديو جديد من كورس سوفتوير انجينيرنج اه تو اللي بنتكلم فيه على بارت تو من الليكشور فايف اللي هي بتتكلم على الو سي ال واللي في بارت وان اتكلم اه نظرة عامة كده عنا الليكشور وكمان عرفنا عن ايه مودلز بشكل اه متعمق شوية وكمان عرفنا الفرق ما بين المودلز اه تايبس وكمان عرفنا الدي اس ال وحاليا النهاردة ان شاء الله في بارت تو هنتكلم على الو سي ال. ان شاء الله تكون محاضرة لذيذة ركز كده فيها ان شاء الله المحاضرة دي هتكون اه يعني تحديدا هتكون تقريبا على احنا خلصنا بارت واردي خلاص نزل على على القناة اللي هو بارت وان ودلوقتي ده بارت تو اللي هتكلم فيه عن الاو سي ال اه كسينتكس سريعا كده وبعد كده بارت سري و بارت فور ان شاء الله هيكونوا كلهم حلوا على اه الاو سي ال عشان الفكرة تثبت معانا بازن الله. طيب بسم الله كده الاول عن الاو سي ال. الاو سي ال هو يعني زي ما انا كاتب كده بيقولك بيسبل اه اوت السوفتوير رولز اه بشكل اه كلير. يعني احنا عندنا رولز في السوفتوير عادة اليوم اه دياجرامز مش بتوضحها زي مسلا انت لو عندك اه في القلاس دياجرام مسلا للمانجر مسلا عندك في اه اه بروبيرت اسمها ايجي مسلا. فانت مفروض ان انت عايز تقول ان علشان اليوزر دي يكون مانجر فلازم بتاعه ما يقلش مسلا عن اه اربعين سنة مسلا. فكونسترين زي ده او رول زي ده استحالة تعرف تحققه باليوم ايل دياجرامز. لازم يكون في او سي ال دياجرامز. هي الاو سي ال بقى دي هي اللي بتبدأ توضح الكنيسترينز وبتبدأ توضح الركوارمنت بشكل اه افضل. كمان اوقات بتوضح البيهيبير. في برضو حاجة. هين الاو سي ال نفسه هو هو كود يعني الاو سي ال احنا بنكتب كود كده اكنه استوديو كود. ولكن هو مش بيتقري عن طريق كومبيلرز. يعني احنا مش بنكتب الكود ونسيبه للكمبيوتر فهو مسلا يجينيرات دياجرامز او حاجات كده زي ما فيه ناس ممكن تكون فاكرة. اه فاكرة كده لا. الاو سي ال هو كود ايوة ولكن البشر هي اللي بتقرأه. هم اللي بيقرؤوه وبيفهموه. ولكن مش الكمبيوتر. انت عادي بتكتبه ممكن في او بتكتبه في اه اي اي عادي يعني. او في مسلا جوة جوة بتاعك وانت كده عملت او سي ال. في موديلز اه حديثة شوية بتبدأ ان هي ممكن انت خليك تكتب او سي ال ده اه جوة الدياجرام نفسه فيه فيه موديلز بتعمل كده. ولكن انت عادي تقدر ان انت اه تكتب مسلا او عادي وده كده يعتبر او سي ال. دي حتة مهمة علشان انا قعدت ابحث فيها شوية. طب طبعا برضو بيساعدك ان انت تعمل يعني وتتأكد ان بتاعتك اه متحققة. وكمان هو بيميك اللي موجودة في السيستم تبقى اسهل ان انت اه تفهمها لانها بقيت اوضح وبقيت مكتوبة بشكل واضح فانت بقيت فاهمها اكتر. طبعا لو مش لو في حاجات مش فاهمها هنا عادي مش مهم يعني هليك في الجاي. طب ايه الكنيستيرينز بقى اللي بتبقى موجودة جوة او ايه الكنيستيرينز اللي بتوضح بالاو سي ال? هما تلات حاجات رئيسية هنتكلم عنهم لحد اخر المحاضرة ان شاء الله ولحد اخر البارت ده وبعد كده هيبقى في عليهم كتير جدا اه في الفيديوهات اللي بعد كده. اول حاجة حاجة اسمها وبعد كده فيه البري كونديشن والبوست كونديشن. طبعا كل واحدة هنتكلم عنهم بالتفصيل في اللي جاي. اول حاجة الانفيرينز. الانفيرينز بنقول اك انك بتشك اه حاجة مفروض ان هي تفضل قبل وبعد يعني انا دلوقتي فيه اكشن هيحصل. كويس? الاكشن اللي هيحصل ده مفروض ان قبل ما يحصل تكون فيه حاجة بترو وبعد ما يحصل نفس الحاجة تفضل بترو. حاجة ما تتغيرش. ما تتغيرش بتغير الاكشن. ده معنى الانفيرينز. اللي هي تقريبا بالعربي معناها سوابت. برضو انا اقول لك هنا اكزامبل لطيف. اه شور ان الباب مقفول بعد ما شخص يدخل القوضة. يعني الشخص نسلا دخل فتح الباب تتأكد ان هو قفل وراء. فانت كده مفروض ان هي رجع تاني زي ما كانت. الباب كان مقفول في شخص دخل ده الاكشن لازم يقفل وراء عشان نرجع تاني زي الاول. قامتوا? وده بتاعها بيقف في حاجة اسمها كونتيكست. كونتيكست ده اللي بمسك بيه الكلاس اه الكلاس نيم اللي انا هتكلم عنه او قطيله دي. وبعد كده اي ان في ده اختصار. وبعد كده ممكن اديها او يعني ممكن اديها بعد كده نيم للثابت ده. وبعد كده نقطتين فق بعده بحط الاكشن بيقف. اي اه دي كونتيكست ده وزي ما قلت ده هو الكلاس نيم طبعا ده الكلاس نيم احنا عارفينه. ده اختصار للانفيريينز زي ما قلنا. و وبعد كده الاكشن بشكل بسيط هو ده انت كده كتبت او سي ايل. طبعا ده ممكن تحط في كومنت ويتوصل بقى بالايه بالقلاس اللي انت هتتكلم عنه او مسلا تعمل فايل مخصوص لل او سي ايل وتعود تكتب فيه كل الاكواد بتاعتك واللي اراها يفهم لما مسلا يكتب لما يقرأ مثلا مانجر ففهم ان انت ده تبتكلم على اللي اسمه اه مانجر بعد كده تحط انف مسلا وبعد كده تكتب بقى بتاعك فالموضوع بقى مفهوم وطبعا هناخد على الموضوع ولكن هي دي ان انت بتبدأ تتأكد ان اللي حصل ما اصرش على حاجة معينة انت عايزة تفضل سبتك. طيب بعد كده ان ان انت بتتأكد ان في رول معينة او في حاجة معينة مفهوض تحصل قبل ما ده يحصل. زي ان انت تتأكد ان انت معاك قبل ما تخش المسرح. انت مش تقدر تخش المسرح من غير مش تقدر تخش الجامعة من غير الكرني. فان انت تتأكد ان الكرني موجود ده كده عشان تخش لايه الجامعة. طبعا برضو دي طريقة الكتابة بتاعتها بعد كده بعد كده العالمتين دول وبنكتب اللي هي غالبا اللي مفهوض ليها معين مسلا اه اللي بتاعه ان انا عمل فبكتب هنا مثلا يعني. اه بعد كده بابدأ اكتب الاختصال لي واقدرة ديها هنا اللي هو برضو اه وبعد كده ودي الحاجة اللي لازم تحصل قبل او قبل اللي انا هعمله. نفس الفكرة بتاعت او يعني اللي فات مفهوش شرح كتير. ادي ده كده البري كونديشن. عكس البري كونديشن. هي حاجة لازم تحصل بعد ما دي تتم. يعني مسلا بعد اه بعد ما عملت لازم اودي اليوزر للهومبيج. مسلا ده كده بوست كونديشن. زي ان انت مسلا تتاكد ان انت بقى معاك الريسيت او يعني الفاتورة بعد ما تشتري حاجة مسلا من الستور. فان ان انت تتاكد ان انت بقى معاك الريسيت بعد ما تعمل معينة اللي هي بايينج سامسنج مسلا. يبقى انت كده ده بوست كونديشن. تتاكدت ان بقى في حاجة معاك. في حاجة بعد ما اكشن معين حصل. ده البوست كونديشن. وده السنتكس بتاعته. نفس البري كونديشن ولكن الفرق الوحيد ان هنا كلمة بوست بدل بري. كذلك بنكتب بعد كده القلاس نيم بعد كده اللي هي مفروض يبقى بعدها آآ في بوست كونديشن. بعد كده تحت كلمة بعد كده اللي هو وبعدين طبعا هو المفروض المحاضرة كلها تبقى على الجزئية بتاعت دي بقى. يعني كلها ان شاء الله اللي هناخدها في الفيديوهات اللي جاية. كلها تبقى على حتة لان هي اللي فيها لعب كتير. ولكن المهم في الفيديو ده هو فيديو بسيط ولكن مهم جدا انت تعرف البسيط اللي هو في الاول الحاجات دي. مهمة جدا جدا. طيب نبدأ بيكزامبلز دي طبعا بسيطة على اللي احنا لسه واخدنا. هنا عندنا او عندنا معينة بتقول ايه او قبل ما نقرأ نشوف الاول الدياجرام الموجودة ودياجرام بسيط جدا في كلاسين. كلاس اسمه امبلوي وكلاس اسمه موظف وشركة. ال امبلوي جواه كزا اه اتريبيوت name وده string الage وده integer salary وده real number. بعد كده عنده method of function اسمها increase salary واللي هي مفروض بتاخد براميتر اللي هي آآ آآ increment الزيادة يعني. وفي الاخر بترجع اللي هو مفروض يعني بدأ انه هو فعلا زود السالري ولا لأ. وعندنا فيها name وفيها budget. طيب عندنا بتقول ان المفروض جوه لازم يكون سنه اكبر من اتنين وعشرين سنة. اي جوه بتاعتي لازم سنه يكون اكبر من اتنين وعشرين سنة. بكل بساطة بشوف بتاعي هو آآ تابع ايه دلوقتي فانه تابع هو لجوه الage. فبقولكو اللي هو الكلاس نيم ده. بعد كده بقول وانف دي اختصال ليه. وبعدين نقطتين فوق بعض. وممكن قبل النقطتين دول اسمي الـ environment دي. كويس. آآ بعد كده نقطتين فوق بعض self dot name وسلف دي بتعود على اللي هو اسمه وممكن self تتشار. ان انا اقول self dot name ان انا بقول يعني الاتريبيوت اللي اسمه name اللي جوه وممكن اشيل self dot دي واحط name على طول. اكبر من اتنين وعشرين. وده كله كده يعتبر اللي هو من اول سلف الحد اتنين وعشرين. فيما معناه ايه هنا من اللي هو اللي اسمه عندنا معينة بتقول او ثابت معين بيقول ان آآ لازم يكون اكبر من آآ اتنين وعشرين وطبعا دي آآ غلطة يعني آآ مفروض ان هي تكون يعني مش نيم لكن ايا كان مهم ان فيه وعليه طيب ده كده اول طيب تعني برضو نفس الموضوع نفس الفكرة ولكن احنا هنا عندنا بري كونديشن بيقول لو احنا عندنا بري كونديشن على آآ براميتر اللي موجود جوه براميتر اللي موجود هنا اللي بيتباصة ليه آآ فيه عايزين نحط عليه آآ بري كونديشن ان اللازم ده يكون آآ مهيئ لحاجة معينة قبل ما آآ يتباصة لي زي مسلا ان انا اقول آآ ان هو ما ينفعش يبقى بنال زي ما يا جماعة زي ما ما خدنا في في الفيديوهات اللي فاتت انه ما ينفعش مسلا لازم نتأكد الاول ان البراميتر اللي ده خلنا للفونكشن ما يبقاش بيساوي نال لكن هو هنا مسلا في ده بيقول ان هو لازم يكون زيرو بفور آآ زا اكسيكيوشن آآ آآ طيب بنعمل ونقول هنا لان احنا برضو هنمسك الميسود اللي موجودة جوه او القلاس الاسمه نقطتين بعد كده اسم بالبراميتر بتاعها اللي هي واللي موجودة في السؤال نفسه او في نفسها بعد كده كلمة ولا اختصال وبعد كلمة ممكن نحط ولكن هو اللي فهنا ما حطوش بعد كده النقطتين فوق بعض وهو بتاعنا اللي هو هنا اللي هو البراميتر نفسه يكون اكبر من زيرو. طيب اخر حاجة مثال على فبرضو لو احنا عندنا معينة ان بعد ما يعني بعد ما انادي على دي عايز اتاكد ان السات اللي موجود جوه نفس زاد فعليا ما بقاش زي الاول لازم اتاكد ان السلري اتريبيوت بقى اكبر من السلري الاديم لو انا كنت باخد مسلا تين كي ابقى مفروض بعد الزيادة كنت باخد تين كي ودنيه ولا حاجة. طيب ادي دي بتتعمل ازاي مفروض انه برضو اكون تكست بعد كده نقطتين واقول هنا يعني البتاع دي كلها بالبراميتر بتاعها بعد كده هنا كلمة مش بري نقطتين بعد كده السلفو دي السلفو دي ممكن تتشال وهنا معناه ان انا بقول السلري او الاسم السلري اللي موجود جوه ايه او الاسمه لازم يكون اكبر من السلري اد بري. طبعا الحتة دي هنتعلمها بقى في الفيديو اللي جايها يعني. ولكن معناه ان هي تكون اكبر من نفس السلري اد بري اللي هي النسخة القديمة من السلري. زي ما قلت لهو كان تين كي بعد الزيادة لازم يكون اكبر من التين كي ده. او العشر تلاف. طيب اخيرا في حاجة بسيطة كده بس فتحة للان شاء الله للفيديو اللي جاي. وهو ان ممكن نعمل على الاسكيشن اللي هو بيكون مكتوب على الان نفسه. فانا مسلا عندي هنا الكاستمر كارد لي اونر في الكاستمر كارد اقدر اتزحلق. للكاستمر الكارد جي ماهو واضح هنا كده. اقول كاستمر كارد اللي هو ده. وانا عايزة اكسس حاجة موجودة في الكاستمر مش الكاستمر كارد. اقوم اق tray ال Laneur. يعني بدل يبقى انا كده وروحت للونر اللي هو ايه بيعبر عنه بقى دوت اي حاجة موجودة هنا في ممكن دوت ايج اللي هي او دوت اي حاجة هنا تتقري وبس كده دي طبعا حاجة بسيطة وان شاء الله بقى الفيديوز اللي جاية في فيديو ين جايين او فيديو على قل هيكون في حل كتير وكتير ان شاء الله. قبل ما تغفر يا صديقي عايزة اوريك اه جديد بسيط جدا اشتغلت عليه الفترة اللي فاتت وهو هيسهل عليك كتير عن طريق الفيديوهات يعني اللي انا بعملها والكونتنت عموما اللي انا آآ بساعد به هتلاقي متجمع كله في لينك واحد هتلاقيه طلع في الاي لفوق دلوقتي واللي هتقدر تشوف فيه اللينك بتاع الشانل بتاعتي الجروبز كلها سوى تساب او اي جروبز تانية الامسي كيو كلها اللي هي من اول الاس اي وان لحد الجرافيتس وكلها ابديتد كمان البيدي افس كلها اللي انا اعملها والملاقصات هتلاقي كلها موجودة هنا في مكان واحد كذلك الكونتكت تقدر تتوصل معي عن طريق فيسبوك لينك ده اي حاجة من الحاجات دي وكلها ابديتد واللاست ابديت هتلاقيه موجود هنا وان شاء الله هاعد اطور فيه طول ما احنا شغالين مع بعض فهتلاقيه في الاي لفوق وهتلاقيه في الديسكريبشن وتلاقيه في الكومنز هتلاقيه في كل حتة كل تعاملنا هيكون عن خلال اللينك ده بعد كده ومستني رأيك فيه كمان لو انت دربته شكرا جدا لي سلام علي